ان الحمد لله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهديهة من محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون والمؤمنات لقاؤنا اليوم مع آيات المواريث من كتاب الله تعالى ألوم بفرسة concernant لغتاج لصورة النساء سنتحدث اليوم عن بعض هدايات آيات المواريث من صورة النساء والعنوان آيات المواريث وصييتون بالأولاد ورحمتون بالعباد وتحذيرون من الستبداد آيات المواريث وصييتون بالأولاد فقط لصورة النساء أولاد دوة تحذيرون من صورة النساء ثلاثة دوروس أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها فإن صورة النساء أيها الأحباب الكرام إنما نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت صورة البقارة أولا ثم نزلت عدد من السور كصورة الممتحنة ثم نزلت بعدها صورة النساء صورة الفام النساء في غفلاء بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صورة البقارة ثم نزلت صورة الممتحنة وهذه الصورة ذكر العلماء في سبب نزولها أنه حدثت مشكلة في بعض الأسر المسلمة بين الأولياء واليتامة يوجد هناك في المدينة في المدينة بين الأسر المسلمة بين الأسر المسلمين ومثلت صورة الممتحنة ومثلت صورة البقارة في سبب نزولها فكانت مشكلة في الأسرى في البيت المسلم فانزل الله تعالى هذه الصورة التويلة من السبع الطوال من أجل أن تعلج مشكلة ومشكلة ومشكلة Donc la révélation du سورة النساء c'est suite à un problème dans la famille un problème dans une famille musulmane ou dans des familles musulmanes c'est pour trouver des solutions donner des réponses à des questions comment gérer les biens dans une famille comment gérer les relations dans la famille et même dans la société سورة النساء عنية بالعلاقات بين الناس بين الابا والابنا بين الازواج والزوجات بين الاصدقاء بين الجيران بين الفقراء والأغنية فيها كل هذه العلاقات c'est une سورة qui va nous éclairer au sujet des relations entre les gens entre les parents les enfants les époux les épouses les amis les frères les voisins etc les riches les pauvres لذا من أرادا من أرادا أن يعرف كيف يتصرف في حياته مع الناس مع الخلق فل يقرأ سورة النساء si on veut vraiment comprendre comment gérer nos relations entre nous au sein de la famille ou bien du voisinage ou de la société avec les gens lisons سورة النساء لأنها بيّنت ولذلك ختمها الله تعالى في آخر آخر آيام 107 le 176 verset le dernier يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوُ أي أن الله يُبَيِّنُوا لَكُمْ هَذِهِ الْأَحْكَابِ كَيْ لَا تَضِلُّوُ Allah vous éclaire au sujet de vos relations de votre gestion de la famille des biens de l'héritage etc afin de ne pas tomber dans l'égarement le dernier verset Allah vous explique vos morts يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوُ ولذلك أيها الأحباب الكرام في هذه الصورة ذكر الله تعالى المحرمات حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ إلى آخِرِه لَفَانْ أَنْ تِغْدِتُوا مَخْيَافِ سَلِغُلَا سُوَ العلاقات وفيها وَأَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالِقُورْبَةِ وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْقُورْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالْصَاحِبِي بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَلِلْتَ ارْجَانٍ يَلْتَ إِحْمَا يَلْتَ اُمْلَا تُشْرِكُمْ يَلْتَ اوْلَا تِلْتَ ارْجَنَ بِالْأَمْوَالَ الَّتِي لَيْسَتْ لَنَا وَلَحَقَّ لَنَا فِيهَا اللَّهُ تَعَالَا بَيَّنَ لَنَا الْأَسَاسِ شوفوا الْقُرْآنِ كيفَ يَبْنِي عَقْلِ الْإِنسَانِ Le Coran, c'est comme un ingénieur, un architecte qui construit un édifice très solide, très fort, très beau pierre après pierre chaque pierre est bien placée à sa place كَأَنَّ الْقُرْآنَ مُهَنْدِسٌ يَبْنِي لَكَ بَيْتًا بِنَاءً جَمِيلًا وَيَضَعُ كُلَّ حَجَرٍ فِي مَكَانِهِ لِذَلِكَ يَبْنِي الْعَقْلِ ça construit ta façon de réfléchir, de concevoir avant de parler des droits et de voies قبل أن يحدثنا القرآن في سورة النساء عن الحقوق والواجبات في الأسرة, في البيت وفي العلاقات ذَكَّرَنَا بِأَصْلِنَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّةً مِنْهُمَا رِجَالٍ كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُ نَبِهِ وَالْأَرْحَابُ الله nous rappelle tout d'abord notre origine commune Adam عليه السلام puis son épouse Eve et que nous sommes tous des descendants d'un père et d'une mère pourquoi se disputer لماذا نتخاصب وَيَتَنَازَعْ وَنَحْلُ أَسْلُونَا وَاحِدْ آدَم وَحَوَا il nous rappelle le lien filial الرحيم يُذَكِرُونَ بِسِلَةِ الرَّحِيمُ وَاتَّقُوا اللَّهُ كَنِيَا اللَّهُ ainsi que craigna la rupture des liens de parenté ou le lien filial يُحَذِّرُونَا مِنْ قَطْعِ الْأَرْحَامُ وَكَمْ مِنْ أَرْحَامِ يُقْطِعَتْ بِسَبَبِ الْمَوَارِفِ بِسَبِ الْمُوَارِفِ جَحَلْ demandons demandons aux gens dans les familles si vous connaissez combien plus tôt de familles que vous connaissez où il n'y a pas de problème d'héritage إذا أرَدتم أن تعرفوا حقيقة هذه المشكلات فَسألو كل بيت وَاشَعنكُمْ يَمُشْكِلَاتُ الْوَارِفِ المَامَةُ الْوَالِدِينَ وَلَا الْأَجْدَادُ هُنَاكَ مُشْكِلَاتُ تَرَاكَ مَتْعَبْرَ أَجْيَالِ il y a des problèmes qui sont restés depuis 2, 3, 4 générations l'héritage n'est toujours pas partagé يُوْلَدُو المَوْلُود وَيَعِش وَيُعَمَّرُوا طَوِيلًا وَيَمُوت وَيَمُوتُ أَوْلَادُهُ وَيَمُوتُ أَحْفَادُهُ وَالْتَّارِكَةُ لَمْ تُقَسَّمْ بَعْدُو بَاقِ الْوَارِفِ مَتْقَسَّمش كُمْ يَعَنْ دُوْجَوْا كِي نُوْفْبَا دُوْلَا پُوْفْرَتِ دُوْلَا بِكَرِكَرِتِ أَلَوْكُ الْأَوْرَانُ أَوْلَسَيْدَ بِيَا لَيَمُوتُ أَلْنِسَأَ لِلَا قِبِلْ مَتْقَرَ الْأَوْلِفِ اللَّا قَبِلْ مَتْقَرَى الْأَوَارِفِ لَسَنْدِ لِلِرْتَارِ لِلِلَا لِلَا بَرْأَوْرَانُ لَيَمِ بِيَا لِلَا قَرَكُ بُلْرَّحِمْ لِلَا رَلَاتِ هُمَنْ لَيَمَنْ لِلُلِيَنْ المترجم للقناة 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 هل أطلب الطفل لآدت أم وهي ركبه ولكن هنا في سورة النساء لنبدأ في هل kysل أوراق 11 بجانب الأورادات أنه يجوى المفافلين يوسي الوالدين بالأولاد يوسي كم الله في أولادكم يوسي كم الله في أولادكم الله يسل أم جوى المسافلين عن أصنع هذا بعض يوسي الله تعالى الوالدين بالأولاد مع ان المصقر ويسمى أذران خفرصية المصقر التي قلنا الله عليها لا نعب الكملم presented نحب ومن المنز Listen هذا نكتب يا أ لأن معايقين على خفرص البيان على شترك لم يكن على رجال من أنه لا يوجد مع البيان لكن لا السبع اللہ قال الأ sprechen في باب وال �حظ الله الله اللَّهُ قَدَّمَ الْأَبَى وَحَقُوقَ الْأَبَى وَالْأُمَّهَاتِ فيما بالبير والخير والطاعة والإحسان القيمة للوالدين أعظم والأكبر والحقوم أعظم quand il s'agit de droits de bonté, d'obéissance de bienfaisance et bien ce sont les parents qui passent devant mais là ce n'est pas le cas parce qu'il s'agit de bien أما في المال في المال فَقَدَّمَ اللَّهُ الْأَبْنَى وَهَذِهِ الْحِكْمَة لماذا؟ parce qu'en général l'héritage se fait quand les parents ont un certain âge et puis ils décèdent donc l'avenir c'est pour les enfants et les enfants ont besoin d'aide ils ont besoin d'argent الْأَوْلَادِ يَارِثُونَ آبَاءَهُمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَكِيمُ وَالْوَلِدِ كِيكِبْرُوا وَيْمُوتُوا كِيكُنُوا عَلُوا الْمُسْتَقْبَلِ دِيَنْهُمْ وَقْدَوُوا الْغَرَضِ دِيَنْهُمْ الدُّنْيَا وَأَخَذُوا حَظَّهُمْ مِنْهَا في ثلاثة آيات dans trois versets de surat النساء par rapport à l'égitage الله في ثلاثة آيات ذكرة الأولاد عشرة مرات عشرة مرات تسعة بسيغة الأولاد وولاد ومرأة abناء dix fois dans trois versets le nom le mot enfant 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 dix fois dans trois versets عشرة de la mرة وبالنسبة للوالدين ذكرهم ثلاثة مرات les parents خوفوا حتى تنسجم مع وصية الله للوالدين بالأبناء ذكر حقوق الأولاد حقوق الأولاد لذلك هذه نصيحة للآباء les parents cinq ans qu'on sait الآباء حينما يموت أحد الوالدين أحيانا لا يقسم الميراث أنا ما تكلمش على الدار اللي سكن فيها الوالد ولا الوالد ولا هذة الناس التي تعرفت كيف يتصرفون فيها لكن ما كيكون خيرات عراضي وعقارات quand un père ou une mère a laissé des des biens des biens très importants ça peut être des maisons ça peut être des parcelles de terre ça peut être de l'immobilier alors pourquoi on ne partage pas لماذا لا يقسم الميراث على الأولاد لماذا الله يقول يوصيكم والله في أولادكم لماذا لا خليها يدك لماذا تخليها يدك لماذا الولاد سكن يبقى فقارا يموتون يتمنعون لماذا هذا خطأ c'est c'est une errore grave الأمر ما يذكر ما يذكر القسم يقول لنا سوف يتمنعون تبني شي دار الأيتان تشارك في تريق شي مستشفى شي بير تحفرو شي واحد فاقير محتاج لشي عملية شي واحد من الأقارب ديالك محتاج تبني شي بمرزي تبني شي سوف تبني شي بيش نحو الواصية التي تجعل الله لك فيها حظم بعد موتك بعد تأمر واصية من بعد واصية من بعد واصية وهذا باب رحمة من الله سبحانه وتعالى كما الله تعالى فتح لك باب رحمة بعد موتك إذا مات ابن أدما قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له تتعلم أنه من كورانت بنيت شي حاجات كغيرت القامورة الموت ديالك الأجر يوصل لك في قبرك علمت علم تنسيلي السيانس دون تتعلم تنسيلي العلم يوصل لك شحال ما تعلم الناس من داك العلم يصلك الأجر في قبرك ولد صالح أنه أفن بياه الفي بياه دوكي كيتو في الدعاء فأسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا ويهدي قلوبنا ويصلح أعمالنا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيد أحباب القرال مما فتح الله تعالى لك من الرحمن أن إخوانك بعد موتك إذا عملوا أعمال صالحة ووهبوا لك أجرها وثوابها فإن أجرها يصلوا إليك بعد موتك إذا أجرها تصدقين من أجرها لهم يتحقق هو إلتحقق حسنات تتحقق صداقة من تصدق بنيته أن يذهب الأجر إلى الميت فهذا يتحقق بالإجماع يكون السنسجل العلماء العمراء والحج والدعاء على الميت بشروط ذكرها الفقهة لم يجلل الدخول فيها حتى قراءة القرآن تقرأت القرآن وانتهب هذا الأجر قرأ القرآن وتنوي يا ربي هذا الأجر الفلان والواليد والأخ الصديق يصل بإمني الله تعالى هذا من باب الرحمة الذي فتحه الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات وسبحان الله من حكمة الله و هذه موعظة و هذا درس للناس الذين يتصرفون في حكم الله تعالى بغير الحق يوجد يقول يقول ويقول 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 لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع أباوكم وأبناوكم vos ascendants أو vos descendants vous ne savez jamais qui est le plus près de vous و ما سأجد منهم أكثر هذا أم ربما هذا الذي يقعص ك هذا الذي يبعيد على طريق الله ربما الذي يخل لها سيهديه الله ربما يأتي وحد الوقت يتوب إلى الله هذا الذي سيهديك يقول أنا ما حال أصي 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 خال أصي أصي وي يستطي ويبدأ يبكي ويقوم أكلي وره هذا الذي يري تحرمم الميراث تنفي في ستاك في كتب تقليل فيه يخرج حب أن يحصل لي بسرعة سوئا أو لقد كان بالفعل تنسي قليل تتكرار ستكلم تنسيس ما تخصوك لا تدرون أيهم أقربونكم نفعا هكذا يقولون رب العالمين سبحانه وتعالى ثم تحذيرون من الستبداد الله كما ينمون قارلنا وانتنسون الانانية الله عطل هذا قد وفلان عطله قد لازم عطله جيب حالو نحن نسمى اليوم لازم الله تعطي لدن لذلك كتغورية جزيلا لازم الله لازم الله قال الله تعالى وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَا بَعْضَ لِلْرِّجَالِ نَصِيبُم مِمَّا كَتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كْتَسَبْنَا وَشْنَهُوَ الْحَلُ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا تُدِي نُو كُنْفَوَاتَيْنَا سُكَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَتْرِبُيَ أُسْنَا دَتْرِبُيَوْا أُسْنَا دَتْرِبُيَوْا Pourquoi Allah l'a partagé avec sagesse, avec hikmah, et avec équité, et avec l'adl, et avec l'ilm, avec savoir, subhanahu wa ta'ala, qu'assemait ce miracle, avec hikmah. Quand il a donné ce qu'il a donné, Allah sait pourquoi il a donné ce partage, subhanahu wa ta'ala, qui est un beau tableau, magnifique, si on comprenait, مَنْ فَهِمَا وَفَقِهَا الْمَوَارِبِ عَلِمَ حِكْمَةَ اللَّهُ وَعَدْلَ اللَّهِ subhanahu wa ta'ala. L'hinalik, qu'est-ce qu'on fait ? Il te dit, tu veux plus d'argent ? Demande à Allah, il te donnera, il t'ouvrira des portes. يَفْتَحُوا اللَّهُ تَعَلَى لَكَابُ وَابَلِ وَسْأَلُوا Priez Allah de vous donner de sa grâce. وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا أيها الأحباب والكيرام يَقُلُوا اللَّهُ تَعَلَى في خِتَامِ الْآيَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرًا Le verset 12, c'est le deuxième verset dans le partage de l'héritage. يَقُلُوا فِي أَخِرُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ سُبْحَنَ اللَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلَّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَقُلُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ Jusqu'au verset avant la fin, il dit Allah est omniscient et sage par de la sagesse, là il parle de l'indulgence, الحِلْم, la douceur. الحِلْمُ هوَ الَّذِي لَا يُعَاجِلُ بِالْعُقُوبَةِ مَيْزِرِ بِشِبَشِي عَاقَبَ اللِّ إِعَصَاهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى Allah سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى quand il voit quelqu'un désobéir, péché, etc. il ne lui donne pas directement la punition, سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى il est indulgent, هو حليم, يصبر على عباده, يُمْهِل عباده, ولكن قال أهلوه, الحِكْمَة, احذر غضب الحليم, احذر غضب الحليم, رد البال, قولك رد البال, من الإنسان, من الإنسان حتى بين البشر, اللي كيصبار, ويسمح, أره يضغضب, ضب الرأسك, فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى, يُبَالَهِ يُشَقَّرَ، يُبَالَهِ يُشَقَّرَ، صُّطاع، 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 لكنه في الانضبعه هناك جوه يُطاع المساعدة. أن تقول لك, إن شخص من الذين يدعبون سيُشَقُهُ لم يتمحمها يغضب الحليم, لست لأنه تتبع لك، لإيقص آخر إلى المؤمنيني. الله إذا أخار الزبع، لم يَبَالَيْسَنِ سيَانًا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا وَإِنَّمَا لِيَفْتَحَ لَكَ بَابِ التَّوْبَةِ تُدِي سِتُ يَفْلِي لِغَرْضِ دَنْ لِغْيْتَارِ دَنْ لِغُلَاسُّوْ فِي عَلَاقَتِكَ مَعَ أَوْلَادِكَ مَعَ وَالِدَيْكَ مَعَ الْنَّاسِ إِذَا ظَلَمْتَ فِي الْمِيرَاثِ بَابِ التَّوْبَةِ مَفْتُوح لِغْبَنْتِي غِتُوْفَرْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلِذَلِكَ أَحْبَابِ الْكِرَامِ أَحْبَبْتُ أَنْ أُذَكِّرَ نَفْسِي وَإِخْوَانِي وَأَخَوَاتِ بِهَذِهِ الْمَعَانِي أنَّ المَوَرِيثِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَا وَصِيَّةِ وَهُوَ الْأَمْرِ الْأَمْرِ مِنَ اللَّهِ فيه مَوْعِظَةٍ فيه أَمْرِ يَا دِلْإِخْظُرْتَاتُّ وَصِيَّةِ وَهُوَ رَحْمَةِ وَهُوَ تَحْذِيرُ وَهُوَ تَحْذِيرُ فَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أن يُعَلِّمَنَا مَا يَنْفَعُنَا وَيَنْفَعَنَا بِنَسْأَلَى